أكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير صناعة والتجارة والسياحة نجمع قرارات فرض أو تعديل رسوم قد تمت وفق الإجراءات القانونية المتبعة ابتداء من الاستناد للقوانين النافذة في مملكة البحرينة وانتهاء بتصديق وموافقة مجلس الوزراء الموقر وقال إن الوزراء تبادرت بدراسات للرسوم السابقة ومقترحات للرسوم الجديدة ومقارنتها مع الرسوم المعمول بها في دول مجلس التعاون الخارجي مع مراعاة المحافظة على التنفسية مع تلك الدول المجاورة كما تم دراسة مدى تأثيرها على أصحاب الأعمال والمستهلكين وبناء عليه تمت مراعاة الفروق بين المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية أخذينا بالاعتبار حجم وتصديف الأنشطة وكنتيجة إجمالية فإن الحصيلة السنوية المتوقعة لهذه الرسوم تقدر بـ 17 مليون دينار بحريني